تنظم إلينا من القدس مراسلة المشهد أحلام عثمان أهلا بك يا أحلام إذن لنبدأ معاك فيما يتم تدوله من تصريحات على لسان المسؤولين الأمنيين والسياسيين في الداخل الإسرائيلي حول هذه الضربة الإسرائيلية نعم لك بخصوص هذه الضربة الإسرائيلية التي وجهت لاستهداف القياضي الثاني في حزب الله اللبناني والمعروف برقم 2 أو الحاج محسن وهو فؤاد شكر حتى هذه الأثناء وفق ما يخرج من تصريحات أو من معلومات عن المصادر الأمنية الإسرائيلية فعلى ما يبدو بأن هناك عدم يقين من نجاح عملية الاغتيال هادث في الضاحية الجنوبية في بيروت وهي المربع الأمني لحزب الله اللبناني في هذه الأثناء هناك أيضا اجتماع لرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو مع عدد من القيادات في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من أجل إطلاعه على جميع المعطيات التي لديهم بشأن هذه العملية وإن كانت المؤشرات تشير إلى استهدافه ونجاح هذه العملية أم لا هناك بعض من المصادر والمعلومات الأخيرة التي سمعناها بأن هناك احتمالية لنجاح هذه العملية ولكن هذا الأمر غير مؤكد بالنسبة للتصريحات كانت هناك أوامر من قضى الرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو إلى جميع الوزراء الإسرائيليين بعدم إلقاء أي من التصريحات المتعلقة بهذا الاستهداف ولكن قبل هذا الأمر من بن يمين نتنياهو كان قد غرد أو كتب في تغريدة مقتضبة وزير الدفاع الإسرائيلي يؤف كالانت تغريدة قال فيها بأن حزب الله اللبناني تخصى القطوط الحمراء وأيضا كانت هناك لربما تغريدة أو تصريح من قضى الوزير الأمن القومي إثمار بن كبير تغريدة لربما تعتبر سوقيا نوعا ما قال فيها بالأحرف العبرية ولكنها بكلمات عربية بأن كل كلب يجي يومه على حد تعبير ووصف إثمار بن كبير وفيما يتعلق أيضا في الأمور والتطورات الأخرى يعني التخوف في الداخل الإسرائيلي هناك حديث عن تخوف في الداخل الإسرائيلي من الرد المحتمل لحزب الله على هذه الضربة وهناك سلسلة من الإجراءات بدأت إخاذها بالفعل في الشمال الإسرائيلي كدعوة السكان إلى ذهب إلى الملاجئ ما التفاصيل لديك؟ فعليا نعم يمكن القول بأن هذا الاستهداف تحديدا عندما نتحدث عن شخصية لبنانية يتم استنزافها في بيروت وتحديدا في المربع الأمني التابع لحزب الله اللبناني في الضاحية الجنوبية فهذا يعني بأن إسرائيل لربما تتوقع أن يكون هناك رد قوي فشهدنا أيضا خلال المرات السابقة عندما تم اختيال عدد من القيادات في الصف الأول لحزب الله اللبناني من القيادات الميدانية والعفكرية منها الطويل وأبو طالب وغيرهم أيضا فكان هناك فعليا شهدنا ساعات مطولة من القصف لعدد من المناطق وهناك كان أيضا استهداف لبعد 35 كيلو مترا عن الحدود اللبنانية لربما عندما يتم الحديث عن بيروت فالأمر أيضا سوف يكون ذات وقع أكبر مما شهدناه خلال الأشهر الماضية لربما سوف نتحدث عن أبعاد وكيلو مترات أعلى وأكبر من ذلك ولربما هذا الأمر أيضا سوف يطال مدينة حيفة لسيما بأن هناك المعلومات والدعوات من قبل بلدية حيفة للسكان بالبقاء في حيطة وحذر من أي من التطورات التي يمكن أن تحدث خلال أفتاعات أو خلال الأيام المقبلة ولكن للجمهة الداخلية الإسرائيلية الجيش الإسرائيلي لا يوجد هناك أي معلومات استثنائية للسكان سواء للذين يعيشون في المناطق الواقعة في الجولان السوري المحتل للقرى، للمدن، وأيضا للمستوطنات المتواجدة هناك بالبقاء بالقرب من الملاجأ وذلك تحسبا لإمكانية الرد من قبل حزب الله لبناني نعم، شكرا لك مراسلة المشهد من القدس أحلام عثمان على جميع هذه التفاصيل ترجمة نانسي قنقر